أظهرت وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي حجم عجز تموي لخطة استجابة الأردن للأزمة السورية منذ مطلع العام الحالي وحتى العاشر من الشهر الحالي ليبلغ نحو ملياري دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن الخطة مولت دعم اللاجئين السوريين بنحو 153 مليون دولار و134 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة إضافة إلى 350 مليون دولار لبند دعم الخزينة فيما لم تمول حتى تاريخ هذه الوثيقة بند مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام ويستضيف الأردن أكثر من مليون و300 ألف سوري منذ بداية الأزمة عام 2011 فيما أحصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 659 ألف لاجئ مسجل في الأردن من أصل أكثر من 5 مليون لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة